طب لو الغني بيصوم علشان يحس بالفقير طب الفقير بيصوم عشان يحس بمين مش عارف فهي بيبقى السؤال بينبع من كده انه هل الاجابة دي كمان صح ولا غلط وانا حصوم ليه فانا بصوم عشان ربنا امرني بكده هي دي الاجابة النموذجية يعني انا عارفة انه فرح الجميلة اللي كانت معاك في اللقاء فقالتا واحنا في الفاصل قلت لها فرح انت عارفة احنا ليه بنصوم طبعا قلت لها ليه انا قلت بقى هتقول ليه عشان نحس بالفقرة ايه طب بتقول ليه عشان ربنا امرنا ان احنا نصوم ونشكره على نعمه كتير جدا اللي بيديها لنا والله حبيبة قلبي امر جميلة ما شاء الله عليها فعندها سبع سنين وقالت الاجابة بمنتهى البساطة كده وهي دي الاجابة الصحيحة لانه ليه طب فيه ناس بتقول بنصومنا عشان نحس بالفقرة فيه ناس قعدت تفكر ويقولوا طب احنا بنصوم ليه ووصلوا الاجابة دي ممكن تكون الاجابة دي صح ممكن تكون مش صح فيه ناس تانية فكرت في الموضوع ده وقالوا حاجة تانية خالص تسمحيلي اقولها لك طبعا قالوا احنا بنصوم عشان نتعلم ونتدرب على الصبر هل الاكل والشرب حرام في العام الاكل والشرب مش حرام طب لو انا تعلمت ان انا اصبر عن الحاجات اللي مش حرام المفروض بقيت الايام وبقيت السنة بصبر على الحاجات الحرام ازاي فدي اجابة تانية من شخص قعد برضو يفكر بدي اجابة حلوة ومنطقية يعني حتى هي تدريب الانسان اللي يقدر انه يبعد عن الحاجة الحلال ويقدر انه يبعد عنها هيبقى بذيه جدا انه هيبعد عن الحرام يعني بزي هيبقى قادر خلاص وتمرن على كده حين انه يمسك نفسه يعني ويبقى شخصية قوي وهو ده الهدف المفروض وده يعني احيانا بيبقى عكس اللي بيحسن ده ممكن يبقى كلام السن الاكبر شوية بيقولوا للسن الاكبر وبيفهموا والله الصغيرين بدليل ان فرحا ده سبع سنين وقالت عشان ربنا امرني ايوه فهم بيفهموا هي دايما محتفقين يا ايمان من اول ما بدأنا فقرتنا دي انه انا حوصلها ازاي مهما تكون المعلومة كبيرة طول ما انا ببسطها بوصلها بشكل بسيط للطفل هيقدر ان هو يفهمها نعم طب لو الطفل تيجي يقولك ايه انا هسوم معاك ولا غاية اخر اليوم فا امه طبق انت قوله حبيبي مش هتقدر انت لسه صغير كده يقول لها انت عايزة ربنا يدخلني النار ده اكيد برضو اسمحها من صحابه ايوه او من اخواته كل اكبر منه حال انا دلوقتي لما هيجي يقولي انا لازم اصوم لو هو صحيا هيقدر يصوم انت عارفوا احنا صغيرين كنا منتدرب عصيام لحد الظهر فده السيستم اللي برضو الامهات شغالين انا عارف السيستم ده كمان شوية مع دكتور محمد صلاح الشبيب بس انا عايزة عارف تحديدا لو الطفل قال لي لا انا عايزة سوم عشان ربنا ما يدخلنيش النار اقوله ايه هو ربنا مش بيدخل النار الاطفال الصغيرين احنا متفقين قبل كده برضو حكاية مش عايزين نقول النار والحاجان دي للصغيرين ايوه بالاضافة للجملة دي اللي احنا كنا قلناها قبل كده واللي حبيب يرجع للحلقة على شاهد دي تفدى موجودة يعني لكن انا مش بقول للطفل انه هتروح النار عشان مش بتصوم ولازم اردوا وعرفوا انه الاطفال مش مفروض عليهم الصيام ربنا مش بيفرض الصيام على الضعيف اللي هو ما يقدرش يصوم ولا حتى على المريض اللي ما يقدرش يصوم الشخص ده لازم يكون قوي وقادر انه هو يصوم ويكون كبير مطلوب منه الصيام